بالنسبة لي ملف الإدارة الضريبية أيضا ملف هم جدا لأنه كل ما بنحسن فيه الأداء الضريبي والما يكان فيه الضرائب وفكرة الربط بشكل سليم هيمكننا من تحسين قدرتنا على تحسين الضرائب وزيادة نسبة الضرائب لناتج المحل الإجمالي وبالتالي نقدر نخفض عجز موازنة كل ما نحقق مثل هذه الأمور ده بينعكس بشكل جيد جدا على قدرتنا على أنه عندنا استدامة في النمو وقدرتنا على تخفيض حجم المدينية وبالتالي يبقى فيه استقرار في الأسعار وبالتالي فكرة تحقيق معدلات نمو عالية وإيجاد فرص العمل الكبيرة للوافدين إلى سوء العمل طبعا بتصور أنه من الحاجات الهمة جدا في الفترة القادمة أيضا هي التعامل على ملف الزيادة السكانية لأنه طبعا بشكل كبير كل المكهود اللي بيحصل لو ما يبقاش فيه نوع من أنواع التحكم في مثل هذا الأمر يعني بيأكل من النمو اللي بيحصل وبيأكل من قدرة الناس على الشعور بالتحسن في الأوضاع الأرض الحقيقة فيه مشاريع كتيرة جدا وفيه عمل كثير جدا في الفترة القادمة بيتم وأنا بتصور أنه في خلال الفترات القادمة يعني في خلال 3-4 سنين لو مشينا بحجم التركيز اللي احنا فيه وبحجم العمل اللي احنا فيه أنا بتصور أنه يعني شكل مصر يتغير بشكل كبير في السنوات القادمة إن شاء الله